سنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز التسعى صباحاً مع محمد الشازل يتفضل محمد شكراً محمد التسعى صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون وخلال كلمته بافتتاح فعاليات مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي أشار الرئيس أسيسي إلى أن المؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمصاري ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشدداً على التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون المشترك كما أكد الرئيس أسيسي أن العقادة مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة القط بظلال شديدة سلبية على جميع دول العالم وأضاف رئيس أسيسي أن مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة لافتاً إلى أنها تغطو بخطاً ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح شدد رئيس عبد الفتاح أسيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة خلال استقباله رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين على همش عقاد مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة جدد الرئيس سيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع هذا وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثلة لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة فضلاً عن تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة شمال مدينة غزة وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت وسط وغرب رفح الفلسطينية كما شنت غارات على حي اتفاح شرقية مدينة غزة وأضافت وسائل الإعلام أن مسعفين انتشلوا خمسة شهداء بعد استهداف منطقة الشاكوش بشمال المواصي كما شنت قوات الاحتلال غارة على حي الصبر جنوب شرق مدينة غزة أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخل اليمني وكانت قوات الحوثي قد أعلنت استهدافها أربع سفن بالبحرين الأحمر والمتوسط إحداها أمريكية والثلاث الأخريات انتهكت حظر الوصول إلى مواني إسرائيل وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي أمس تدميره سبع مسيرات ومركبة تابعة لقوات الحوثي في اليمن أعلن حاكم منطقة كورسيك بجنوب روسيا أن القوات الأوكرانية قصفت أجزاء من المنطقة عقب هجوم بطائرة مسيرة على قرية أدت إلى مقتل خمسة بينهم طفلان وأصابة اثنين وقال الحاكم أليكسي ساميرنوف أن الهجوم بالطائرات المسيرة استهدف منزلا بإحدى قرى كورسيك مضيفا أن القوات الأوكرانية قصفت ثمانية قرى بالقرب من الحدود على نحو المتقطع طوال اليوم قال المركز الوطني للأعاصير الأمريكي أن العاصفة المدرية بيرل تحولت إلى إعصار مضيفا أن الإعصار قد يشتد بسرعة وأضاف المركز في بيان أنه من المتوقع أن تجلب بيرل رياحا مدمرة وعاصفة تشكل تهديدا على الحياة إلى جزر ويندوارد وتابع التحذير الخاص بالأعاصير والصادر لجزيرة بيربادوس يظل ساري المفعول نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل